اشتركوا في القناة والأجواء الحارة ستستمر ويانا الهوى الشمال الغربي أيضا سيستمر ويانا ويكون نشط على فترات بإذن الله الهوى الكوس سيعود مجددا وترتفع نسب الرطوبة وتقل شوي الحرارة وأيضا تعود السحب على بعض المناطق تعرف على أجوانها حاليا الرياح خفيفة إلى متدلة السرعة من ثمانية إلى ثلاثين كيلو متر في ساعة كأحد أقصص مصافية درجة الحرارة حاليا في مدينة الكويت 42 درجة مئوية والرطوبة النسبية تنعش بالمئة إلى تقريبا 10 بالمئة المناطق السكنية تصل أو تتراوح ما بين العشرة إلى 12 والثلاثين أما المناطق الساحلية فتتراوح ما بين الثلاثين إلى تقريبا الخمسين بالمئة الرؤية الأفقية ممتازة أكثر من 12 كيلو متر كأحد أقصى سرعة الرياح الشمالية الغربية اليوم تصل في سرعتها إلى 30 كيلو متر في الساعة شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه أثناء تقلبوا اتجاه الرياح يكون هناك فرص للهوى الكوس أحيانا والإحساس بالرطوبة يكون ملحوظ أكثر على المناطق الساحلية للساعة 12 درجات الحرارة تتراوح ما بين 29 إلى 34 درجة مئوية هوى خفيفة لمعتدل السرعة حتى نهاية اليوم لكن باشر بذن الله متوقع نشاط الرياح الشمالية الغربية على بعض المناطق والنشاط أيضا يكون على فترات من 8 إلى 40 كيلو متر في الساعة خلال النهار وأيضا خلال مساء سرعة الرياح ستتراوح ما بين 12 إلى 42 كيلو متر في الساعة أجواء حارة يوم الغد بذن الله درجات الحرارة العظمى تتراوح ما بين 45 إلى 49 درجة مئوية في أغلب المناطق باستثناء المناطق الساحلية والجزر درجات الحرارة هناك تتراوح ما بين 40 إلى 42 و 44 درجة مئوية أجواء حارة ورطي بنسبيا على المناطق الساحلية لحساس بالرطوبة ملحوظ أكثر خلال المساء أيضا على المناطق الساحلية مع هوا شمالي غربي ينشط على فترات البحر بذن الله باشر من فترات الفساد خفيف إلى معتدل الموج بعد ذلك تدريجيا سترتفع الأمواج خلال المساء تصل الأمواج من 2 إلى 5 قدم مع نشاط الرياح على المناطق الساحلية المد الأول بذن الله ساعة 45 دقيقة صباحا والمد الثاني ساعة 35 دقيقة مساءا والجزر الأول ساعة 57 دقيقة صباحا والجزر الثاني ساعة 10 و 13 دقيقة مساءا وهذه الفترة من فترات الفساد المواقيت بذن الله أذان الفير ساعة 43 و 44 والشروق الساعة 5 و 11 دقيقة والمغرب الساعة 6 و 36 دقيقة أما التقسي المتوقع بذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة أجواء حارة والعظمة تصل إلى 49 درجة مئوية وقد تلامس الخمسين أيضا في بعض المناطق لكن مناطق محدودة عبور السحب سيعود مجددا مع عودة الرياح الجنوبية الشرقية من متوقع أن ترتفع نسب الرطوبة بذن الله مع عودة الهوى الكوس وتصل نسب الرطوبة في بعض المناطق إلى 70 و 80% حاليا الرطوبة موجودة لكنها خفيفة ومحدودة ومحصورة على المناطق الساحلية باتر بذن الله العظمة 48 والصغرى 33 والهوى الشمالي غربي نشط على فترات خلال النهار وأيضا خلال المساء من 8 إلى 40 كيلومتر في الساعة سما صافية باتر وعقب باتر 48 العظمة في يوم الثلاثة والصغرى 31 هوى الشمالي غربي نشط على فترات من 10 لـ 45 كيلومتر في الساعة أجل أي نشاط بحري ارتفاع الأموات يصل إلى 5 و 6 قدم أيضا يوم الأربعة بذن الله الرياح الشمالي غربي ستستمر ويانا ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة متقلبة لاتجاهها أحيانا لإحساس بالرطوبة سيزداد خاصة على المناطق الساحلية العظمة 49 والصغرى 32 درجة مئوية الرطوبة ستكون ملحوظة ابتداء من يوم الأربعة بذن الله وسرعة الرياح من 6 إلى 30 كيلومتر في الساعة والإحساس بالرطوبة سيزيد في يوم الخميس مع قلبة الهوى إلى كوس وسرعة الرياح ستكون خفيفة لمعتدلة من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة العظمة 47 والصغرى 33 في يوم الجمعة أيضا عمبور للسحب والعظمة 48 والصغرى 35 والهوى الكوس مستمر ويانا وأيضا الإحساس بالرطوبة من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة أزال مشاهدين الأجواء الحارة مستمر ويانا والرطوبة متوقعا تعود مجددا مع عودة الرياح الجنوبية الشرقية خلال الأيام القادمة نشرتنا الجوية تنتهي والآن نعود للطرف الآخر من الستيديو باستكمال النشرة